أحبتي في المسيح بشوق لرؤياتكم مجدة وحلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية وحلقة جديدة مليئة بفقرات متنوعة وشيقة واليوم من ضمن الفقرات هنتكلم عن موضوع هل إبراهيم كان حيضحي بابنه إصحاق ولا إسماعيل خلكم معنا عشان تعرفون الجواب اشتركوا في القناة مشاهدينا الكرام أرحب بكم مجددا مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة واليوم خلنا سوا نتناقش مسألة هل أبونا إبراهيم كان يبي يذبح ولده إصحاق أو إسماعيل يختلف المسلمون عن المسيحين واليهود بخصوص من كان سيدبح إبراهيم المسلم إيش يقول المسلم يقول إن إبراهيم كان حيضحي ابن إسماعيل بينما التوراة والإنجيل تقول إن إبراهيم كان حيضحي بابنه إصحاق مع إن التأمل في كلمة الرب ودراستها بشكل دقيق ومتؤني تدل بالدليل القاطع على إن الرب طلب من إبراهيم أن يضحي بابن الموعد إصحاق اللي جاء حسب فكر وخطة الله ومش إسماعيل اللي جاء حسب الفكر البشري إسماعيل يعتبر ابن هاجر الجارية اللي دفعتها سارة الإبراهيم علشان يتزوج بها ويخلف منها ابنا لأنها لم تكن تحمل لأنها كانت عقر ولكن هذا تصرف به قلة إيمان من سارة ولكن لكي تتم خطة الله في محبته للبشر جميعا محبة الله اللي تشمل عيال إسماعيل وعيال إسحاق والجميع خلنا نرجع على موضوعنا الأساسي ونجاوب على السؤال اللي هو محور الحلقة هل إبراهيم ضحب إسحاق أو إسماعيل الجواب بكل بساطة وكل من المسلم واليهودي والمسيحي يتفق عليه هو أن إبراهيم لم يضحي لا بإسحاق ولا بإسماعيل ولكنه ضحى بالكبش العظيم إذن ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس اليوم؟ واضح أن الروح الرب يبي يقول لك أن الله منع إبراهيم المؤمن المطيء من ذبح ابنه وقدم الحمل نفسه ذبيحة بدل خطايا البشر فلو قلت أن إبراهيم كان حيضحي بسحاق ابن الحرة ابن القبيلة والحمولة العريقة أو قلت أن إبراهيم كان بيضحي بولده إسماعيل ابن الجارية العبد والخضيري ترى ولا واحد منهم فعلا مات لأن المسيح حملا الله فداك ومات بدلك عشان تكون لك حياة بالمسيح يسوع فيا من اختلفتم في شخصية الذبيح ولا واحد منكم صحيح لكن الرب فداكم كلكم حبيبه يسوع المسيح والرب يبارك الجميع آمين ترجمة نانسي قنقر يا سيدة الكون يا جبار تعد واحتارت الأفكار اظهر لنفسك اعلن لذاتك اغشدني أي طريق أي طريق أختار يا سيدة الكون يا جبار يا سيد يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون يا سيدة الكون يا جبار تعد واحتارت الأفكار اظهر لنفسك اعلن لذاتك ارشدني أي طريق أختار يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون يا جبار أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع المتبوع متى للي يصير نهار يا سيدة الكون يا جبار يا سيد يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون أتبع يسوع بيسنين وانا دور عالك الواحد اللي ملك شريك ضع مالي فكرتنا أرضيك وتوجع عذاب النار وسنين وانا دور عليك الواحد اللي ملك شريك ضع مالي فكرتنا أرضيك وتوجع عذاب النار يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون يا جبار أتبع يسوع والأتبع المدفوع أتبع يسوع والأتبع المدفوع متى للي صغير مهار يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون يا جبار وقال أنا طالب دماغ وقال أنا طالب دماغ تنان ظهرت لب بنا الإنسان كلمتي ابني يسوع البر وقال أنا طالب إيمان وقال بيشكر بمتنان ظهرت لب بنا الإنسان كلمتي ابني يسوع البر يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون يا جبار أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع يسوع أتبع المدفوع متى للي صغير مهار يا سيدة الكون يا جبار اكتعدت واحتارت الأفكار اظهر لنفسك اعلن لذاتك ارشدني أي طريقة اختار يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون يا جبار أتبع يسوع أو الأتبع المدفوع أتبع يسوع أو الأتبع المدفوع متى للي صغير مهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار اشتركوا في القناة في الحلقة السابقة تكلمنا عن نظرة الإسلام لبشارة السيد المسيح وبينا أن السيد المسيح جاء ليخلص العالم ويهب لهم حياة أبدية مش شاهد على نبوة أحد أما في حلقة اليوم فبنتكلم عن تشبيه ومقارنة السيد المسيح بآدم فالآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثال آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذن معجزة خلق السيد المسيح تشبه عند الله تماما معجزة خلقه لآدم وطبعا هذا تشبيه فقير وناقص جدا وغير كامل وراح أبين لكم ليش لكن خلوني أول أسأل هل كانت معجزة السيد المسيح مختصرة أو مقتصرة فقط على ولادته بدون أب هل هذا هو الشيء الوحيد اللي تميز به السيد المسيح عن غيره وإذا كان القرآن تكلم هنا عن التشبيه في طريقة الخلق بين السيد المسيح وآدم فكيف مع باقي معجزات السيد المسيح مثل حياته وقداسته وقوته وتعاليمه هل كان آدم يشبه للسيد المسيح فيهم طيب فيه أحد في الكون كله سواء آدم أو غير آدم يشبه المسيح فيهم هل كان فيه أحد يحيي الموتة أو هل كان فيه أحد يشفي المرضى طيب هل كان فيه أحد يطهر الأبرص أو يتحكم في الطبيعة ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويطرد الجن وتخدم الملائكة غير السيد المسيح الجواب طبعا لا لا يوجد ولن يوجد أبدا أحد يشبه السيد المسيح لا في ولادته ولا حياته ولا قداسته ولا في أي شيء ثاني لكن الإسلام يركز في كل أموره على ولادته لأنه يعتقد أنه ممكن يلقى لها مخرج لكن باقي معجزاته يكتفي بجملة واحدة هي بإذن الله ويسكت لأنه صعب جدا عليه يلقى لها مبرر أو يلقى أحد على الأقل يشبه المسيح فيها فيقول القرآن قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وشبه المسيح بآدم كدليل إثبات أن السيد المسيح ليس إلا إنسان عادي ولد بدون أب حاله حال آدم واختزل كل آيات ومعجزات وحياة السيد المسيح في ولادته بدون أب بس في تمويه للسامع إن المسيحيين قال له والسيد المسيح لأنه فقط مولود بدون أب وما فيه أي سبب ثاني عشان كده جاءت تشبيه بينه وبين آدم تشبيه مش القصد منه رفع منزلة آدم لكن القصد منه التقليل من منزلة السيد المسيح لكن هل كان السيد المسيح فعلا مثل آدم؟ الحقيقة إننا نظلم أبونا آدم جدا إذا حطيناه في مقارنة مع السيد المسيح وهذا مش تصغير لقدر أبونا آدم لكن ما فيه أحد في الخليقة يستحق أن يقارن بشخص السيد المسيح لا في حياته ولا في تعاليمه ولا في معجزاته ولا محبته ولا في أي شيء ثاني فالمسيح عظيم وفريد في كل شيء وإذا كان يوجد تشابه بينه وبين آدم فهو تشابه في طبيعة السيد المسيح النسوتية وهنا المسيح يتشابه فيها في طبيعته مع كل الناس ومش بس مع آدم الفرق بينه وبين آدم كبير وشاسع جدا مش بس في طريقة الخلق ولكن في الحياة والأهداف والقداسة والطبيعة والقدرات وأشياء كثيرة غيرهم أما بالنسبة للآية التي تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فنلاحظ فيها إن القرآن تعمد للمرة الأولى عدم ذكر السيد المسيح بلقب المسيح ابن مريم مثل ما تعود يناديه أو يسميه دائما فهنا أخفى وجود أم للمسيح والسبب بكل بساطة عشان يكون استخدام التشبيه بينه وبين آدم المخلوق هم بدون أب ولا أم تشبيه مقبول نوعا ما وكأنهم الاثنين مثل بعض وحتى مع ذا المحاولة الذكية ما زال التشبيه بينهم ناقص وغير منطقي إطلاقا فمعجزة مجيء السيد المسيح لا تقارن بخلق آدم فهذه ولادة وهذه خلق لا كانت معجزة وما كان القصد منها تكون معجزة أصلا وإذا كانت معجزة فمعجزة حق مين ومين شافها أساسا ما كان فيه أحد موجود عشان يشهد على ذا المعجزة ما كان فيه حمل أصلا ولا كان فيه ولادة قبل آدم فكيف يشبه المسيح؟ الله خلق آدم عشان يبدأ نسل يثمر ويتكاثر ويعمر الأرض وتنتشر الخليقة ويكون هوز وجته باكورة هذا النسل وبدايته فما كان قبلهم لا أم ولا أب وغير كذا الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فهل المسيح كان مخلوق من التراب مباشرة مثل آدم؟ أو مولود ولادة إعجازية من مريم وأعتقد إن كلمة خلقه من تراب تبين بوضوح إن المقصود هنا الخلق مش الولادة فكلنا نعرف إن المسيح جب ولادة إعجازية بكل المقاييس بشروا فيه رجال الله وانتظرها الشعب بفارق الصبر معجزة حدثت مرة واحدة فقط منذ بدء الخليقة ولن تتكرر حتى انتهاء العالم مرة واحدة لا غير استخدام واحد فقط حدثت بعد أن عمرت الأرض بكل البشر وانتشرت الخليقة في كل المعمورة فجاءت ولادة السيد المسيح بدون أب لتكسر قانون الكون في انتلد العذراء طفل بقوة الله وليس من معرفة رجل وهذه هي المعجزة الحقيقية بكل المقاييس العقلية والمنطقية وليس خلق آدم أما الهدف من مجيء السيد المسيح فكان تنفيذ لخطة الله في أن يهب للناس حياة أبدية في المسيح فهو حمل الله الذي ترفع به خطايا العالم جاء ليكون لنا نور وحياة ويكون لنا أفضل جاء لينقذ ما قد هلك ولذلك قال من الأهمية تكون ولادته على موخط فاصل لازم كلنا نتوقف عنده ونفكر فيه أما آدم فعمره ما كان شبيه للمسيح لا في الخلق ولا في القصد ولا في القوة ولا في المجد ولا في القداسة ولا في القدرة ولا حتى في الحياة فنقاط الاختلاف بينهم كثيرة جدا نقاط الاختلاف بيننا وبين المسيح كثيرة بيننا كلنا وبين المسيح كثيرة وبعيد جدا بعد بعد المشرق عن المغرب وكلنا محتاجين نعمة ومحبة المسيح وأولنا آدم وإن كان آدم أدخل الخطيئة للعالم فإن المسيح رفعها منه وإذا كنا بعدنا عن الله بسبب خطيئة آدم فالمسيح قربنا ورجعنا إليه وإذا كان فيه تشابه معناوي بينهم فإن آدم بدأ حياه أو آدم بدأ الحياة القديمة والمسيح بدأ الحياة الجديدة وإذا كان آدم وغيره من الأنبياء قد رحلوا فإن المسيح موجود وحي إلى اليوم وإلى الأبد وعشان كذا قبلناه وقبلنا خلاصة وشكرنا نعمته وأبشركم باب الخلاص لسه مفتوح والزمن ما تم فأهلاً فيك وسهلاً لو حاب تتعرف على سيد المسيح وتقبل وتقبل منه عط نفسك فرصة تتعرف عليه وتتعلم منه ولو عندك أي سؤال أو استفسار فمرحباً فيك وفي أسئلتك قلوبنا مفتوحة لك محبة وتقدير واحترام وأخيراً أشكركم على المتابعة ولكم مني كل التحية والتقدير وأشوفكم الأسبوع القادم على خير بأمان الله أترنم بمراحم الرب للبت وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل لأني قلت أن مراحمك ثابته للبت وقد ثبت في السماوات أمانتك قد قلت إني سويت عهدًا مع الملك اللي اخترته أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت وأبقي عرشك قائمًا من جيل إلى جيل السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب والملائك هالقديسين بأمانتك فمن فسمة يعادل الرب ما فيه بين الكائنات السماوية من إماثله إنه إله مهوب مرة في محفل الملائك هالقديسين ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه من مثلك يا رب إله الجنود الرب القدير وأمانتك محيطة فيك أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيب وبدت أعدائك بقدرتك العظيمة أنت ملك السماوات والأرض بعد أنت مأسس المسكونة وكل ما فيها أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون أنت ذو القدرة العظيمة يدك قوية ويمناك رفيعة البر والقضاء قاعدة عرشك الرحمة والحق يتقدمون حضرتك طوبة للشعب اللي يستجيب الهتاف البوك فيسلك في نور محياك يا رب باسمك يبتهجون طول النهار وبرك يسمون فأنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون وبرضاك يعلو شأننا لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية وزي ما عودناكم دايما نختم في فقرة الإختبارات هذا الاختبار من الأخ ميم من مصر يقول كانت زوجتي تعاني من نسف حاد وسقوط شديد في الرحم وضيق بالتنفس ومرض بالبطن وصداع بالرأس وأنيميا حادة وتم عرضها على الكثير من الأطباء في القاهرة وعملوا لها إشعة وتحليل وكلها بدون فائدة وتناولت الكثير من الأدوية والمسكنات بدون أي نتيجة وفي النهاية تم عرض على الدكتور بالقاهرة الذي قال أنها تحتاج إلى عملية جراحية فورية إرجعنا إلى المنزل الواضعين ثقتنا وإيماننا بالرب يسوع والمسيح وذهبت زوجتي لتنام وبعد استيقاظها قصت علي ما حصل معها وهو كالتالي قالت بعدما نمت شفت الرب يسوع والمسيح في الغرفة اقترب مني ومد يده وقال لي ضع يدك في يدي فقلت له إنني تعبانة وغير قادرة ولكنه أصر على قوله وهكذا مديت يدي ولما ست يده فأحسست برحشة قوية تدخل جسدي ومن ثم لمس بطني بيده الطاهرة فأحسست بقوة قد دبت في داخلي وخففت الألام وعندما استيقظت من النوم لم أكن أعاني من أي شيء من الأمور المذكورة سابقا وكل ما كنت أشعر به هو كأنني عملت عملية داخلية هاللويا في بطني هذه هي قصة شفاء زوجتي نعلنها لكي يتمجد اسم الرب يسوع المسيح لأنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الرب آمين الرب يباركك يا أخ ميم ويبارك في زوجتك وعائلتك وأهلك صحيح إلهنا إله المعجزات إله الشفاء بكلمة منه يشفي الرب صالح وأنا مبسوط جدا من الرؤية تبعت زوجتك أنه كانت تعبانا ولكن قاومت هذا التعب ومدت يدها وحطت بيد يسوع المسيح له كل المجد هذا حلم جيد ورؤية ممتازة الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه بالمسيح يسوع آمين أحبة المشاهدين الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ولن نلتقي في الأسبوع القادم أترككم في أمان المسيح إلى اللقاء